هل تريد تحسين جودة الصور وتحسين جودة فيديوهاتك؟ بدون الحاجة إلا أدوات ومعدات باهزة؟ هنستخدم موقع كانفا لتحسين جودة الفيديوهات والصور دون الحاجة إلى مهارات تصميم احترافية معاكم منا محمود هشارك معاكم كل ما يخص صناعة المحتوى والتصميم والتسويق ترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة هندخل على موقع كانفا هسيب لكم رابط الموقع في أول كومنت عندنا أكتر من طريقة لاستخدام تطبيق image upscaler من القائمة الجانبية هنضغط على apps وهنكتب هنا في search اسم التطبيق image upscaler ونضغط على enter ده شكل التطبيق اللي احنا هنستخدمه هنضغط عليه هيبدأ يفتح لي التطبيق عندنا upscale لimage وعندنا لpage نقدر ان احنا نرفع الصورة من هنا او ممكن نستخدم الصورة من داخل كانفا وكمان ممكن احنا نروح على upload ونبدأ ان احنا نرفع صورة من upload file انا رفع صور قبل كده فهستخدمها مثلا هختار الصورة دي هتبدأ تضاف داخل الpage عندنا طريقة تانية لاستخدام تطبيق image upscaler لو ضيفين صورة داخل الpage هيظهر لنا هنا menu هنضغط على edit هننزل كده لapps هنضغط على see all ونضغط على image upscaler هيفتح لي برضو التطبيق يبقى دي الطريقة التانية لاستخدام التطبيق اي صورة احنا معلمين عليها هتبدأ انها تظهر لي هنا في original image بعد كده ابدأ ان انا اختار resolution اللي انا عايزها عايز اخلي resolution 2x 4x 8x 16x ال2x وال4x متحين في الخطة free ال8x وال16x متحين فقط في الخطة pro هبدأ ان انا اجرب ال4x ونضغط على upscale ونبدأ نشوف الصورة بعد تحسين جودتها مش بياخد وقت في تحسين جودة الصورة لو ضغطت على replace هيبدأ ان هو يستبدلي الصورة دي بالصورة الجديدة طب لو انا عايزة اسيب الصورة دي كده هخليها علشان نشوف النتيجة قبل وبعد هضغط كده في اي مكان فاضي وهضغط على add to design هيبدأ تضاف بجانب الصورة القديمة هبدأ اكبرها كده علشان نبدأ نشوف جودتها ودي الصورة اللي قبل ودي الصورة اللي بعد طبعا فيه فرق طبعا واضح الصورة دي طبعا افضل من الصورة الاولانية ونبدأ ان احنا نختار صورة تانية ونبدأ نشوف النتيجة هتكون ازاي هنروح كده على upload وهبدأ ان انا اضيف مثلا طبعا ال resolution باين ان هو سيء جدا هضغط كده عليه واضغط على edit واضغط على image upscaler وهبدأ ان انا احسن resolution هعملها 16x ونضغط على upscale هنبدأ نشوف النتيجة قبل وبعد التحسين في اي مكان فاضي واضغط على add to design دي الصورة بعد ودي الصورة قبل طبعا فيه فرق طبعا كبير باين هبدأ اضيف صورة تانية وهروح على edit واضغط على image upscaler هنا قال لي ان الصورة بتاعتي resolution بتاعها عالي طب هنبدأ نجرب برضو هل الصورة لو resolution بتاعها عالي ايه اللي هيحصل لو احنا عملنا لها 8x مثلا كده ونضغط على upscale ونشوف النتيجة هل هيحسن لي جودة الصورة اكتر ولا لا هبدأ اضيف page جديدة علشان اضيفها داخل التصميم علشان نشوف قبل وبعد هضغط على add to design دي الصورة بعد تحسين جودتها ودي الصورة قبل تحسين الجودة دي الصورة بعد منفزها طبعا حسن لي جودة الالوان ودي الصورة الاولانية طبعا الالوان كانت بهتة شوية دي زود لي brightness بتاعها وزبط لي الالوان الاسود عن الصورة الاصلية واللون الجولد زبطهولي هنا اكتر وضح لي الصورة اكتر التطبيق ممتاز جدا في تحسين جودة الصورة ومش بياخد مننا وقت هنبدأ نجرب التطبيق التاني اللي هو تحسين جودة الفيديو هضغط على file وضغط على create new design ونفتح تصميم جديد هفتح مثلا الفيديو هضغط على apps وهكتب هنا في search video upscaler وضغط على enter page الفيديو طبعا باين ان جودته سيئة هنبدأ نروح للتطبيق هنصل كده هنا هلاقيه في التطبيقات اللي تم استخدامها قبل كده هضغط كده على video upscale لازم اكون معلمة على الفيديو هنا بيديني current resolution اللي هي جودة الفيديو نفسه اللي انا رفعه اللي هو 360 بيكسل هعلم على upscale resolution هيبدأ ان هو يديني عايزة عامله upscale ل480 بيكسل او 720 بيكسل او 1080 بيكسل او 4K انا هاختار 1080 بيكسل بعد كده ابدأ ان انا اختار style عايزة style يكون general enemy او عايزة portrait انا هاختار general واضغط على upscale video هضغط على replace selected video هيبدأ يستبدللي الفيديو اللي انا رفعه بالفيديو الجديد اللي تم تحسينه هضغط كده كليك يمين واعمل set video as background ونبدأ نعمل preview للفيديو طبعا حسنلي الجودة هنبدأ نجرب فيديو تاني ونشوف بردو النتيجة هتكون ازاي هضغط على go back هبدأ ان انا ارفع فيديو من upload هضيف الفيديو داخل الpage وهنزل كده على التطبيقات اللي انا استخدمتها هلاقي فيديو upscale هضغط عليه هنا مديني ان current resolution 720 بيكسل هبدأ ان انا احولها ل 1080 بيكسل وهاختار ال style المرة دي انيمي واضغط على upscale video هنضغط على replace selected video هنضغط click mean ونضغط على set video as background ونبدأ نشوف الفيديو والتطبيق رؤى في تحسين جودة الفيديو نقدر نرفع الفيديو ل 1080 او 4k اكتبوا لي رأيكم في تطبيق تحسين السور والفيديوهات ولو فيه اي سؤال سبهوا لي في comment وانتظروني فيديو جديد اشتركوا في القناة